طيب سأسأل أكيد سيكون الاسم العمر الجنس و و طبعا هذه أساسية نسميها بيانات أساسية اللي هي الاسم والعمر والجنس والتفاصيل ولكن هذه الوي اللي حضرتك وضعتها الوي راح تودينها إلى تفاصيل واسعة جدا هذه التفاصيل سيحتويها التعداد بالضبط نحن نتحدث عن الخصائص كما ذكرت خصائص الفرد شنو هذه الخصائص نتحدث عن خصائص الصحة نعم في مجال الصحة هناك حزمة من الأسئلة اللي تضمنتها استمارة التعداد حقيقة هذه الأسئلة لم تدع شاردة أو واردة إلا غطتها بالنتيجة سنكون أمام قاعدة بيانية للواقع الصحي في العراق بكل تفصيلاته ستعرفون كم عدد مرضى ضغط الدم كم عدد مرضى السكري كم عدد مرضى السرطان بالضبط كل هذا سيظهر بالإضافة لذلك أيضا حتى شريحة المؤاقين سيعطينا التعداد كم عدد المؤاقين في البلد ما هي مستوىات اليعاقة أسباب اليعاقة بعدين حتى ممكن أن نعرف كيف نقيس عليها الرعاية الاجتماعية نقيس عليها الرعاية الصحية حتى الوفيات حتى الوفيات نسأل هنا يودا سؤال عن هل توافى شخص من الأسرة خلال فترة السنة الماضية نعم يقولون سبب الوفاة ستعطيك مثلا مقياس عن الجريمة عن الجريمة عن الوفاة الطبيعية عن أسباب الوفيات عن أسباب الوفيات أسباب حوادث مرورية أسباب إرهاب أسباب أمراض مزمنة إلى آخره كل هذه التفاصيل هذه فيما يتعلق بخصائص الصحة نذهب إلى خصائص التعليم أيضا هناك أسئلة عن التعليم أفراد الأسرة بمجموحهم هل فيهم أمي يقرأ ويكتب يدرس ابتدائية يدرس متوسطة حامل شهادة عليا أيضا هذه التفاصيل المهمة نذهب إلى خصائص العمل لأفراد الأسرة يعني هل هو يعمل هو عاطل أين يعمل يعمل في قطاع خاص يعمل في قطاع حكومي هل توجد هل تمارس الأسرة أنشطة اقتصادية أو تجارية داخل المنزل يقاس أيضا هنا مستوى الدخل حقيقة ما عندنا سؤال عن مستوى الدخل سيعرف ترجمة نانسي قنقر